لو كان هذا الفيديو بدون عنوان فعال أغلب ستقول هذا لو جزء جديد من Call of Duty لو جزء جديد من Battlefield وصراحة كلامك صحيح بس انه تجيب Call of Duty و Battlefield وخلطهم بالخلاط وتطلع لك لعبة Delta Force وفي هذا الفيديو سنحكي عن كل تفاصيل هذه اللعبة شون هي شون راح تقدم وش وقت راح تنزل كل تفاصيل المعمقة عنها من ضمنها انه هي لعبة راح تنزل على كل المنصات من ضمنها الموبايل قبل ما نبدي سوونا لايك وسبسكرايبوا أي نوع من التفاعل لان اليوتيوب عنده سالفة جدا تعبانة انه واحدا ذا يترك القناة مالتا تقريبا شهر فراح يوقع للتفاعل وما راح يقترح الفيديوهات لو هسه تبتشي فالحل الوحيد انه انتو تتفاعلون بشكل قوي حتى خوارزمية اليوتيوب ترجع تشتغل مرة ثانية المهم لعبة Delta Force مثل ما ذكرنا انه هي راح تكون موجودة على كل المنصات من ضمنها الموبايل ما عرف شو راح تضبطه على الموبايل صراحة وبنفس الوقت راح تدعم اللغة العربية بنسبة 100% وهذا الشي صراحة صدمني لانه التفاصيل الزغيرة جدا كلها محوليها الى اللغة العربية ومتقنين هذا الشي يعني مو مترجميها مترجمة جوجل فهمتني بالنسبة للجيم بلاي فقبل ما نحجب المودات مع اللعبة فاريد تركزون شوية بهذه اللقطات حاليا شنودة تحسون لعبة Call of Duty 2019 يعني صدق كوبي بيست من مودر وارفير 2019 نفس السكوبان نفس طريقة الايم نفس الريلود نفس المسكة مع السلاح نفس شكل كل شي وبنفس الوقت شنو خالطين ثانيا أبلاغ أوبستري نظام الاسبيشاليس ما شخصيات موجود كل شخصية عدد الخواصة الخاصة بيها وبنفس الوقت بيها نظام الكلاس اسمال Battlefield 2042 سنجي على الأطوار اللي راح تتوفر بداية انطلاق اللعبة طور الأول راح يكون القصة وراح يكون ريميك كامل القصة Delta Force Black Hawk Down ونسيت أذكر لكم ان هي أصلا ريميك اللعبة Delta Force اللي نزت بالبلاي ستيشن 2 عام 2003 بس القيامرية اللي عليهم اطراب راح يذكرون هذه اللعبة معلومة سريعة طور القصة راح يكونوا بعام 1993 وطور الملت بلاير راح يكونوا بعام 2035 من هذا السبب راح يشوفون معدات متطورة بالملت بلاير طور القصة راح يشوفون الأسلحة الاعتيادي AK-47 انفوروا من هاي السوالف المهم طور الثاني راح يكون ملت بلاير وراح يكون مثل الكونكويست مع البتلفيلد راح تلقى طيارات وسفون ودبابات ومركبات متنوعة ثانية وحسب مدى أشوف حاليا انه أكون موازنة بين اللوعيبي اللي اللعبون بدون طيارات ودبابات من هاي السوالف وبين الناس اللي يستعملون الدبابات والمركبات الثانية لا نسى مثل ما تشوفون قدامكم لاعب واحد قدر اوقع دبابة كاملة بالمعدات اللي عنده وبنفس الوقت اللي عنده دبابة هم يقدر يكتل ويلعب قوي وهذه الموازنة حلوة مو انه دائما يحصل طيارة هو اللي يحصل كلات وجندي المشات الحباب الفقير دائما يشبع كتل الطور الثالث راح يكون اسمه هازارد أوبرايشن شون بشوني ذكركم هازارزون مال باتلفيلد الفين ثانين وربعين بس بالطريقة المناسبة جدا مو بالطريقة التافي اللي قدمتها هازارزون طبعا هو نظام اكستراكشن يشبه لعبة اسكيف فروم تاركوف اللعبة الجديدة اللي نزلت ارينا بريكاوت بس بطريقة مطورة اكثر يعني راح تشوف اكو تفاعل بالبيئة بشكل مطبيعي راح تشوف روحك طاب ببنك حتى اكيد تبوقي ما راح تشرب شاي راح تشوف لوعي بدار مدائرك يريدون اكو تلوك على مدياغذون اللوت اللي حصلته من البنك وهو واي كل شو واي تفاصيل السكواد راح يكون من ثلاث لواعي بس و راح تنطلقون حتى تسوون المهمات و تسوون اكستراكشن اللوت اللي اخذتو وبعد مهمات من هذا القبيل صراع في الشي كل شو نس يعني هم تقدر تلعب ملت بلاير لعتيادي عما تريد تلعب القصة و هم اذا انت من النوع اللي يحب لعب السيرفايفول تلعب ضد ناس وبوتادة بنفس الوقت سوكستراكشن اللوت و هكذا و كل هذا هو بيوم انطلاق اللعبة يعني كل شو توقعوا انه راح يضيفون بعد موداته هواية اولها تيم ديث ماتش و الفري فور اول و من هذا الكلام كله مستحيل ما راح يضيفوها مليون بالمئة راح يضيفوهن و ممكنهم بالمستقبل راح يسوون باتل رويال هذا جدا وارد عن هيش لعبية تتنسخ الافكار القوية مع للعاب ثانية راح تشوفون نظام تفاعل مع البيئة مثل تدمير البنايات والشغلات الدار مدائرك او مثلا نشوف تمساح يجي عظك من هذا و يأخذ فرده و يطفور به جدا طبيعي طبعا مو بس هذا و بس عندك شغلات ثانية بتقدر تفاعل وياها مثلا هذا اللاب توب تكتب باسورد و قوم يضرب صواريخ على العالم يعني اكو هواية شغلات تزيد الحماس بالجيم بلاي وتقلل الملل بشكل قوي بالنسبة لي انا كل شو متحمس لللعبة لان حرفية الناس خينة هواية من المودر مورفير 2019 يعني نفس الاسلاح تشوف نفس الريلود نفس الصوت نفس الايم نفس السكوب نفس كل شي وهذا شي تأكدت من عندها من خلال الجيم بلاي اللي شفتها بعدين على اليوتيوب اوكو ناس اللعبوها بالالفا وراء نزلها تحديث وصار شكوا شي بالشاشة الكيلفيد الديم هاي الحباتشكلا صار نفس مودر مورفير 3 فجابوا وشكوا شي حلو بالاجزاء ما الكيلفيد او ديوتي وخلوه بنفس الوقت البيئة ما لللعبة و التخطيط ما لمابات مثل ما يريدون الناس يعني مو مخربط كلش ولا هوسة كلش مرتب والغرافيكس ماته كلش حلو وكل التحكم ما للعبة نفس المودر مورفير 2019 يعني اذا انت من لواعي بالكيلفيد او ديوتي فمجرد اول ما راح تلعب اللعبة راح تحس روحك قوي بيها كلش لان كلش بيها نفس الكيلفيد او ديوتي فراح يكون على اساس بهذه السنة وما عرف اذا راح تصمد ضد الكيلفيد او ديوتي البلاك اوبس الجديدة يعني اذا ارادوا ينزلون هذه اللعبة فلازم هسة يعني خلال هذا شهر السادس او السابع بالزايد لان اذا نزلوه بموعد كلش قريب من البلاك اوبس الجديدة فاللعبة راح تتدمر وراح تموت بسرعة كلش او ينزلوها بعد انطلاق البلاك اوبس تقريبا بستة وشهر على اقل لان كيلفيد او ديوتي قاعدين يعني كل يومين نزلو المحتوى جديد وديحاولون قدر الامكان يخلون جمهور الكلفيد او ديوتي لازق بالكلفيد او ديوتي ما يلعب اي لعبة ثانية وهذا الشي ديخلي اي لعبة من الطرازة لتريبل اي اشقد ما كانت قوية وحلوة ده تموت بسرعة بسبب وفاء اللاعبين المطلق للعبة وحدة حاليا تقدرون تدخلون على الموقع ما اللعبة وسوون تسجيل مسبقة لها اخليكم الرابط بالدسكريبشن وانتو قلولي اراكم شون شفتوا اللعبة حلوة متوسطة سيئة ما اتوقع سيئة مستحيل بس شون اللي شفتوا وعجبكم وشون الشي اللي شفتوا وما عجبكم انا بالنسبة لي كل شي بهاي اللعبة حاليا عاجبني بشكل مطابعي بس اللي خايف من عنده انه تنزل بوقت قريب من البلاك اوبس لانهم ما راح يطون اي مجال حتى نلعبها وراح تموت اللعبة بشكل كل السريع ويسا راح خليكم وياه جيم بلاي خفيف للعبة وبطريقكم لا تنسون اهم شي اللعك والسبسكريب والكومنت حتى نرجع الخوارز مية ما اليوتيوب مرة ثانية كل ما انتو دللوني بالتفاعل معادكم كل ما انا ادللكم بلعاب منوعة مثل باتلفيلت لأكم حضركم فيديوهات باتلفيلت تخبل هذا كل شي عندي استمتع بالجيم بلاي الباقي ومع السلام اجربها 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 المترجم الى انتظر علينا في عام 2035 ابدأ اجربها جنبان اجربين اجربها لتأكيد لغير البلاد نجلب تلك الوابع لنفسنا لا يكبر لا يعانون اشغر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة